كي يبدأ الفيلم مع المهندس مايكل في قهولته في الصباح لكي يعمل لهم التلفاز ولكن يجد الكثير من التلفازات ولا أعرف ما من واحدة التلفازة و هذا ما يعصبه هنا ابن سام لقيتها وولده وقال له من جارهم عنده التلفاز متطورة كي يقدر يتحكم في الأجهزة التي في الدار كلها غير منها مايكل لم يدهش فيه ومشى دراسه لكي يمشي للخدمة فشخرجت عنده دونا مرته وقال له من بين والدهم عنده مصابقة للعومان هذا اليوم وقال له يحضر لكي يشجعه وقال له سوف نكمل الخدمة و ندوز عندكم الخدمة لمايكل هي مهندس معماري في شركة الإنشاءات الهندسية مورمام شاو ندخل لبيرو عند المدير فلقى عنده أمير عرابي هذا الأمير جاء وبغين يصمو له مطعم كبير في المدينة ويكون على الطيراز العرابي مايكل وره تصميم مواجد ولكن لم أعجب الأمير حجاه صغير هنا المدير وعده وقال له تصميم جيدا كي يلاقي به من بعد المدير اعطل مايكل خدمة أخرى وهي خاصة يصمم قوطة الكبير المستثمرين يابانيين ويوجدوه بالزربة مايكل قال له ما يمكن أن تأجل هذه الخدمة لا يوجد سيمانات حيث مخططة يصافر في عطلة مع عائلته المدير لم يريده وقال له نحن زربانين بالخدمة وذلك قال له هو يأجر الصفر من بعد مورمام شاو لم يكمل مايكل خدمته ومشل المصابقة لولده فلقاها مقلق حيث فاتل وقت والمصابقة سهلات مورمام شاو للدار قال المرتوع للتأجيل للتصفر ديالهم هي قطعته وقلت له رهت صافرة عام ونحن نوجده لها لا يمكن أن تقول هذا الشيء دابا مايكل تعصب وقال له حتى أنا رأيها ليس خاطر كان خدم ليل ونهار غير بشيء عيشون تماما وبشير الطب الأجواء بغيش على التلفازة هذا التليكوموند وبرك فيها صدقت هذا التليكوموند للطيارة دولده فأطارته جاءت لي فجوه وزيت تعصب هنا مايكل تفكر بشير طب الأجواء على التليكوموند المتطورة لتجارهم فأخرج في هذا الليل يشري وحده بشيء يسهل على حياته وصد الدار من أن نخرج لقاء المحل تسادين من غير واحد المحل الذي يبيع لأتدال الدار دخل له وتماشى في باب غريب قليلا ومكتوب عليه العالم الآخر فأخذ بالأعقز ودخل له وتمالقى واحدة سيدة سميته ومارتي مايكل قال له بشير طب الأجواء على التليكوموند المتطورة أن تحكم بها في كل شيء مايكل قال له عندي لك واحدة ما زال لا يوجد في السوق و ستصلاح لك مايكل تحمس و ليس لن يعطيها له مايكل يجبدها وقال له سنعطيها لك فابور ولكن بشرط لا ترجعها لها مايكل جاهد شيء غريب وقال له لماذا ستجعلها لك فابور مايكل قال له لأن تنتكليين جديد عندي دابة و ستجعلها لك وبينبليهت شي فيه شي سر ولكن هو أخذها معه ورجع للدار تجعل بيرو دياله ويكمل خدمته وتماجع عنده الكلب ديالهم وكان ينبع بشكل غريب و لا يريد أن يسكت مايكل غير بالصدفة يزاد تلك المساعدة وقال له على البطنة الانقاس وهنا الصد الكلب بدأ ينقص واجه هذا الشيء في شكله فأعود برك على البطنة الزيادة وتم بدأ الصد الكلب يزاد هذا الشيء يخلع مايكل ويحسب ليه غير يتخيل نتخرج لكلبه البرة لكي يقضي حاجته لكي كان ينبع بزاف ولكن فشما درواله يبقى غير يلعب مايكل جاءت فكرة لكي يجرب تلك المساعدة ويتأكد من الشيء الذي يقضي على الفوق برك في البطنة التي تسرع الفيديو وهنا يرى الكلب حتى يجري بحركة سريعة بحالة بالصحة يتفرج في فيديو وستطيع له تسريع مايكل هنا تتخلع بالصح فرما هذه التلك المساعدة وطلع للدار لغدته في الصباح وليس عند مارتي يفهم منه ما هو واقع مارتي قال له برك على البطنة القائمة وغير برك فيها مايكل يشعر براسون تقل من الوقتهم حالياً وبدأ براية تحياته من العدزات مارتي قال له هذه التلكمونة سحرية والوقت الذي قصته بيديك تنقلت لها كرياتك كلها وهنا عود برك في القائمة ورجعه في مكانه مارتي قال له رفيها ميزة أخرى تقدر تنقلك لأي زمن أو مكان بغيتي يخصك غير تفكر فيه أمورها أعطى كرد فيزيته وقال له عيط عليها لك شيء شيء وزدي قال له حسن لك لا تتخدم بها بثاف حيث لا يمكن أن يوقع شيء خلال وتتخدم بوحدها ولكن مايكل مدهش فيه ومشى للدار من المشاجهة عنده مرته وقال له رأى عائلتك جاييني تعشون معنا الليلة هو قال له أنا رأى مشغول ممساليش وعندي الخدمة وشاف عوتاني بنته سام جايب أصحابتها ومروني للدار كلها هو أخذ التلكموند وبرك في البطنة ديال التسريع فسرع الوقت باش مشى البناء الضغية وحتى في وقت العشاجة عائلته حسب المالال وعوتاني زرب الوقت باش مشى الضغية حجه المالال مراهات للمكتب ديالو يكمل خدمته هنا جاءت عنده مرته هنا ومع الصباح عليه حيث لا يدهش في عائلته ومشغول غير بالخدمة وحيث بقتك تهدر بزاف عاود تزرب الوقت باش مشى الضغية من هنا خرجات لاحظ بالتلكموند تزيد في السرعة الوقت بزاف فعيط على مارتي يسولوا على هذا الشيء وطلب منه يأتي عنده للدار مايكل يقطع التليفون معه حتى وصل مارتي للدار مايكل سولوا كيف أجرتي ليها قال له انا كنقدر نسافر عبر الزمن كيف ما بغيت من بعد خرجوا يحضروا بالربع كيف يشرح لي هذا الشيء قالوا مني انك تسرع الزمن عقلك حتى هو يسافر وفي وسط هذه المدة التي سرعتها لا تعرف ما هو الأحداث اللي يوقعه يعني كتولي عنده في جوادي الماضي في عقله وما يبقى عقل على الأول ومدك شيء اللي تسرع وحضروا باش ميسرعش الوقت كثير من سيمانه حيث لا يبقى يتحكم في الزمن من بعد ولكن مايكلع وتاني مدهاش فيه في النهار الثاني يخرج مايكل للخدمة وكان زحام في الطريق كثيرا وقد وصل معطل المؤتمر الذي دائره الشركة وهنا عاود تخدم التالي كوموند وزاد في الزمن حتى وصل المؤتمر في الوقت قبل أن ينزل من الطوام موبيل اكتشف الذي يمكن أن يغير اللون البشرة حتى هو بالتالي كوموند وفجد دخل وراء المدير للتصميم الذي وجد لهذه اليابانيين في الليل وصلوا لهم وعطاهم مايكل التصميم الذي وجد لههم وهم لم يحضروا بوحدهم وسمعهم مايكل قالوا بالتصميم لا أعجبهم حيث يريدون فندق فيه الكثير من الغرف لكي يزيدوا في المبيعات ويتفقوا لكي لا يتعاقدوا مع هذه الشركة فشرجوا عندهم الطابلة وقبل أن يقولوا لهم القرار لهم مايكل قطعت تصميم الذي يصوب وقال لهم تراجعت على هذا التصميم حيث فكرت لكي نخدم لكم تصميم فيه الكثير من الغرف وهنا أعطى اليابانيين ذلك الذي يريدون يسمعه وهذا يجعلهم يقرروا لكي يتعاقدوا معهم ثم المدير تصدم حيث مايكل قطر تصفقة كبيرة بشكل هذه في النهر الثاني يذهب مايكل للشركة فرحة ومتحمس حيث يتسنى المدير يرقيه ولكن من يدخل عنده قالوا المدير الترقية لن تكون حتى تكمل لهم تصميم جديد وعندك غير شهرين الخدمة لكي تكمله مايكل تعصب ووقف الزمن بالتلكومنت وبدأ يضرب في المدير بالتصرفيق حتى يبرد أعصابه وخرج وفي الليل قالوا يكمي ويفكر وقرر لكي يسرع الوقت بشهرين لكي يصل الضغير لنهار الترقية دياله ولكن نسى التحذير الذي قاله مارتي لكي لا يفوت سيمانا وبما أنه نسى فالبلاسة سرع الوقت وتماكي القراصو وسط الحفلة الترقية في الشركة ولكن تصدمني نعرف بأنه تسرع الوقت بعام كامل ليس غير شهرين كيف مما بغى والخيباء أنه دماغه لا أعطى الأحداث التي وقعت في هذا العام كامل مشهل الدار وعيط على مارتي وكيف العادة وصل عنده في البلاسة وخلعه مايكل عاود له لكي يوقع ومارتي قال له سأحذرتك من قبل لكي لا تفوت سيمانا ودابا رأيته في مشكل كبير والذي هو التليكومونت برمجات على الأحداث التي سرع فيهم الوقت يعني لا تعود أي حدث نسرع فيه الوقت ذلك الساعة الوقت سيزيد تسرع رأسه أنا مايكل خاف بثاف وعرف الخطأ الذي يدار وقال له أنا صافي لم أبقيت بغيت هذه التليكومونت غير شدها وقال له مارتي في الدول وقعها رجعت لديه رميها في الأرض وبدأ يضرب فيها برجله لكي يهررسها ولكن التليكومونت رجعت عودة ليده مارتي قال له ما عندك ما تدير حدابات تليكومونت في الملك ديالك وما ستفرق عليك وهنا مايكل اضطر يتقبل الوضع وقرر لكي يرد البل مع الأحداث وما يجعلهم لا يتعاوده لغتله منين فاق بقى لبس البيجامة للدار ومشابهة للخدمة لكي لا يتعاودوا الأحداث المدير ستغرب من أنه يأتي هكا فقال له مايكل الذي يريد أن يحسر براسه مرتاح في الخدمة تم المدير عجبته الفكرة ونطتهه ونقسم الحوايج وقال له أنا سوف يسافر مع عمرتي سيمانة ديال العطلة وسوف نعطيك الترقية عد نمشي وهنا التليكومونت عقلت على هذا الحادث حيث كان تسرع الوقت قبل من الترقية وتماعها وتسرعت زمن راسها وهذه المرة ليس غير عامل لتسرع ولكن عشر سنين كلها ففتح مايكل عينيه وقال له قريبته أو أغليد كثيرا وعيش في دار غريبة فقدم التليكومونت حتى يرجع بالزمن قليلا ثم ألقى ولده وبين حتى هو أو أغليد كثيرا ورأت بنته سام التي حتى هي كبرت وفش خرج من الدار تصدم من القمرته دونات تلقى من نوت زوجات بالمدربة السباحة لولدها مايكل تأصبه وريد أن يضربه ولكن حبساتهم دونا أنا مايكل أخذ التليكومونت ووقف الزمن ثم أمرتي حضر قدامه وقال له أن تستهل هذا الشيء الذي يقع عليك حيث لا تعمل التليكومونت جيدا وفي عيوات لا تحمل المسؤولية لعائلتك وخدمتك بدأت تهرب منهم مايكل أخذ تلقى الزمن وليس يطلب السماحة من دونا وهنا جاء كلبهم وتلعق عليه طيحه فجاء له رأسه على الحيط وطاح صخف فشفاق القعاء والتليكومونت زادت 10 سنين للقدام هو كالنعس في الصبيطار والشكل له رجع طبيعي ودخلت عنده دونا وعرف منها بأنه كان هناك عملية لتخصيص وبأنه رجل أعمال كبير ودخلت شركة الإنشاءات الهندسية نجحة كثيرا فشلت الشركة ديالو رأيت ولده وبين حتى هو نقص الوزن وقال له خدمة مهندس معه في الشركة ومن ينشون البيرو ديالو مايكل قال لولده يوجد اليوم الشيء عشان عجدو جداته هنا ولده وبين صدموا وقال له جدا رأس من شحال هذه مايكل حزن عليه كثيرا وتصدم فإن شاء المقبرة التي تفون فيها يزوره وهنا يريد أن يعمل التليكوموند ويرجع للور لكي يرى ابوه ولكن التليكوموند لا تريد أن تعمل له ثم جاء عنده مارتي وقال له لا تريد أن تعمل لك حيث لم تكن حاضر وقت الموت ديالو يعني هذه الدكرة لا يوجد في دماغك مايكل وقى فيها الكثيرا حيث لم يرى ابوه قبل أن يموت فقرر يرجع لآخر دكرة كانت لها مع ابوه فش رجع رأسوه في مكتب ديالو وقال له ولده يريد أن يقوم بقادته ولكن مايكل لم يكن أمسالي لهم ولم يرى ما فيه قاع وهنا جاء عنده ابوه يضحك معه وطلب منه يخرجهما بثلاثة دوره قليلا ولكن مايكل تعمل مع ابوه بشكل خائب لأب ديالو تقلق وقال له أن أريد أن أخرج من بيرو ديالو هنا مايكل منه أن أرى هذا الشيء وقف الوقت وقف بس ابوه في هذه الدكرة وقال له أن أريد أن أريد من بعد رجع بالزمن المقبرة وهنا مارتي اعترفه وقال له أنا رأي شيء من البشر مايكل تعصب منه وطلع عليه يضربه ولكن مارتي تخشى تحت الأرض ورجع وطلعه لم يخلقه يقيصه هنا مايكل صرع الزمن عاود وعوتاني تزد بعشر سنين للقدام ثم القراصوس تحفلت الزواج الوالدين وهنا جاء الطالي قطونا ورقص هووياها وفي هذه اللحظة سمع بنته سام تقول الرجل ما بابا مايكل منه نسمعها جاءت أزمة قلبية وطح مغيب فقوا القراصوس في سبيطر وهنا جاء عنده مارتي وقال له ضيعت حياتك كلها غير حتى تفضلت التهرب من مسؤولية عائلتك وهان تدبك برتيب لما تحس ولا تعيش حياتك كيف ما خاصتك تعيشها من بعد جاء أولاده وبجوج بش يطمنوا عليه والده يقول له أنا سأجل شهر العسل ديالي حتى عندي خدمة مهمة أنا مايكل بغير ينصحه بش ما يديرش نص الغلطة دياله ولكن جاءت الفرملية وخرجتهم كاملين بش يرتاح من خرجه مايكل مقدرش يخلي ولده يمشي ويعاود الغلط ديال أنه يفضل الخدمة على مرتولة عائلته وأخه كان عيان مقتاب عفترق بش يوقفه ويهضر معاه ولكن كان مريد بزاف وطاح في الأرض رجعوا ولده عنده وطايح فقال لهم أنا كنبغي يكون بزاف وعاد فهمت أن العائلة هي أهم حاجة في الدنيا وطلب منهم سماحة وغير كم مال هضرته ومات قدامهم ولكن شوية فاق والقراصون أعطفق الفرش في هذا المحل ديال لماذا شاهدنا في الفيلم؟ يعني لم يكن أخذ هذه التليكوموند وعندما أعرف بشيء الذي يقع عليها غير حلم وهو فرح بزاف وغير خرج لم يكن لدار وليدها أعنقهم وقال لهم نريد أن يكون لديهم بزاف ومن بعد رجع لداره فهيق مرته وولاده وقال لهم سأخذكم من الخدمة ونصافرهم مع بعضياتنا وفشد خذ الكوزينة لقى هذه التليكوموند محطوطة ومعها رسالة من مارتي وقال له فيها بأنك شخص جيد وستهل فرصة أخرى هنا مايكل فهم بذلك الشيء الذي يقع حقيقي ولكن مارتي بالقدورة له رجعوا بالزمن لإعطاءه فرصة أخرى ويضح أخطائه مايكل فرح بزاف حيث رجعت لحياته التي ضعها بيديه وتمام شرمت تليكوموند ولم يريد أن يعمل بها مرة أخرى حيث الحاجة الوحيدة المهمة في الحياة عنده هي العائلة وهذا ما تفهمه مايكل وحس به مرهد تجريبه وهنا تسأل الفيلم دياننا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية صلى الله وانتلاقوا في الفيديو الجاي